نفذت القوات المسلحة وعدة حملات مكبرة للبحث وتفتيش عن الزراعات المخدرة بسيناء وإتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مقدرات الوطن حيث تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعنصر الإجرامية استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مبتسبات الوطن تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني بإجمالي 16 مرحلة وذلك خلال الفترة من التاسع من إبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023 وقد أصفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير 439 مزرعة لنباتات مخدرة بإجمالي مساحة 313 فدانا تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر وعشرة أفدنا لنبات الهايدرو المخدر وثلاثة أفدنا لنبات البنجو المخدر حرق وتدمير 44 طن و774 كيلو جرام مواد مخدرة تنقسم إلى 35 طن موسيقى و4330 كيلو جرام بذور بانجو و3515 كيلو جرام بذور خشخاش و200 كيلو جرام هايدرو و900 كيلو جرام بذور حشيش و629 كيلو جرام حشيش و200 كيلو جرام أفيون كما تم ضبط 16 متهما وتدمير البنية التحتية للذراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و10 مكابس و8 مفرمة حشيش ضبط وتدمير 201 حوض مياه بمساحة من 20 إلى 30 مترا مكعبا و52 مكينة مياه و83 ألف متر خراطيم مياه و6 مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية كما تم ضبط 9 عربات نقل و3 دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر